ألف قصة وقصة مدمية للقلب يمكن أن تخرج بها من بين أزقة هذا المخيم بائس الحال ومدقع الفقر قصص كفيلة بتلخيص معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين فليس بوسع المرء هنا القول أن ظرف هذه العائلة أفضل حالا من تلك فكل في المعاناة غارقون فبمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من حزيران من كل عام نشر الجهاز المركزي للإحصاء أرقاما خطيرة حول مأساوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يشير أحد هذه الأرقام إلى أن ثلث سكان المخيمات الفلسطينية يعاني من الفقر الشديد نسبة توقع بعض المسؤولين أنها أكثر من ذلك بكثير تقاضي أن حتى هذه النسبة قليلة بما أنه سكان المخيمات والمعروف أن سكان المخيمات هم فعلا المضررين أكثر المضررين الفلسطينيين طبعا كل شعبنا الفلسطيني متضرر جراء الاحتلال وجراء الهجرة واللاجئين بشكل عام إلا أنه المخيمات الأكثر تضررا من ناحية الفقر والمعمل والسكان والازدياد والمشاريع هناك عدة مشاريع وهناك عدة خطط لتضاؤل نسبة البطالة في داخل المخيمات إلا أنه يبقى الوضع صعي بالشق النفس وافق أبو محمد الرجل السبعيني المريض على الحديث لقناتنا أو السماح لنا بتصوير مرافق منزله الصغير وعز الرجل رفضه هذا إلى أن الكثير من وسائل الإعلام والمؤسسة المختلفة قد زارت منزله وأمطرته وعودا مختلفة بتحسين أوضاعه إلا أنها لم تحرك ساكنة تسعة من الأبناء يعيشون داخل هذا المنزل إضافة إلى ستة من الأحفاد الذين توفيت أمهم ويقضي والدهم بالسجن حكما مؤبدا وهم الآن معلقون برقبة جدهم وضعنا سيئ جدا أصد سيئ ما فيش مدقول يعني دينا ولا في شي والأولاد اللي عنده دولة ستة أيتام وعايش معهم والرزق اللي بتجينا من يعني من هال من هال حسان عندي ضغط وعندي القلب عندي جميع الأمراض لخلاقات فبتكاترين على الشهر ولا كدر أشتغل ولا كدر لا تشغل ولا عملي المرض الذي ينخر بجسد أبي محمد وجسد زوجته وعدد من أبنائه أقعده عن العمل منذ سنين وباتت العائلة تحت رحمة المتصدقين وبانتظار ما تفيض به عليها وكالة الغوث والجمعيات الخيرية من معونه والتي في العادة لا ترقى إلى الحد الأدنى من المستوى المطلوب للحياة الكريمة بس المرض هدنى المرض يبني والله يبعاني أول بابة شوف شمنها خيال من السكري وسكري وقلب المساعدة من رب العالمي عبد ما عبد ما بساعد أولاد الخير كتار فيه بساعده والرزق على الله ألم يأني للذين شردوا وهجروا من أوطانهم قصراً أن يعودوا إلى بلادهم؟ ألم يأني للذين سرقت أرضهم وانتهك عرضهم أن يستعيدوا شيئاً من حقهم؟ أسئلة لا تبدو الإجابة عليها سهلة المنال في ظل تفاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين سوءاً وما هذه العائلة إلا مثالاً بسيطاً على آلاف الأمثلة للأوضاع اللاجئين الفلسطينيين إسلام حلاقة تلفزيون القدس من مخيم الأمعار في مدينة رام الله ترجمة نانسي قنقر